تطورت الأوضاع على الصحة اليمنية في جلسة استماع خاصة لمجلس الأمن الدولي زيارة الوفد الأمم من المناطق المحررة في الحديدة تكشيف تنص الملوشيا عن اتفاق السويد الأمطار والرياح تضعف معاناة نزح وتجرف وتدمر عددا من المخيمات في مأربا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلنت الخارجية الأمريكية بدء مبعوثها الخاص لليمن تيم لندر كينغ جولة جديدة إلى المنطقة ضمن جهود منسقة لتجديد الهدنة المتهية في اليمن مع حرول شهر رمضان الفضيلة وقالت في بيان لها أن لندر كينغ سيتوجه إلى السعودية وسلطنة عمان لمواصلة الجهود الأمريكية المكثفة للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وأشار البيان إلى أنه من المقرر أيضا أن يلتقي المبعوث الأمريكي مع شركاء الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لحشد الدعم لجهود السلام الجارية إضافة إلى تشجيع المنحين على زيادة التمويل لمعالجة أسوأ أزمة إنسانية في العالم يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع الخاصة في اليمن وسيستمع المجلس إلى إحاطة من مبعوث الأمم المتحدة الخاصة لليمن هانس جرامبيرغ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتين جريفتس ورئيس لجنة عقوبات اليمن السفير فريد خوجة منذب ألبانيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة اللواء مايكل بيري وتأتي الجلسة بعد جولة جديدة للمبعوث الأممي والأمريكي إلى المنطقة ضمن محاولات وجهود دولية تهدف لتجديد الهنة المنتهية في البلاد وإحلال السلام كما تأتي الجلسة في ظل جملة من التطورات الأخيرة أهمها اتفاق المصالحة السعودي الإيراني وانطلاق جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بين الحكومة وجماعة الحثيف جنيف ونعقد مؤتمر المنحين إضافة إلى إعلان الأمم المتحدة عن توقيع اتفاق لشراء ناقلة بديلة لاستيعاب حمولة صافر النفطية الراسية في البحر الأحمر وفي الحديدة قتل طفل بقصف صاروخي انشنته ميليشيا الحثي على منازل المواطنين في مدرية حيسة وقالت مصادر المحلية أن الطفل مرهان سليمان إبراهيم البالغ من العمر أربع سنوات قتل إثر القصف الصاروخي لذي شنته الميليشيا الحثية على منازل المواطنين في حيسة وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين في الحديدة في ذمار قتل ثلاثة أطفال وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات بالغة إثر انفجار ذخائر من مخلفات تمرين بالذخيرة الحية نفذته ميليشيا الحثي المدعومة من إيران شرق مدرية الحدى في فبراير الماضية وأكدت مصادر المحلية أن الطفل هادي إبراهيم الشيبة البالغ من العمر خمس سنوات وطفلتين شقيقتين من بنات حسن الحاج من منطقة بني عروى قتلوا بالإضافة إلى إصابة ظفر إبراهيم الشيبة البالغ من العمر 13 سنة وطفلتين من ذات المنطقة فقدت إحداهن عينها وفقدت الأخرى إحدى قدميها وأشرت المصادر إلى أن الأطفال كانوا يرعون المشيح حين انفجرت بهم ذخائر من مخلفات التمرين بالذخيرة الحية الذي أجرت الميليشيا الحوثية أواخر فبراير الماضي استشهد ثلاثة جنود من قوات دفاع شبوة في هجوم إرهابي على نقطة أمنية ترابط منطقة الصفراء بمدرية عصيلانة في محافظة شبوة ونقل مرسلنا عن مصادر عسكرية أن هجوم إرهابي شنته عن نصر إرهابي عند الساعة الثالثة فجر ثلاثاء على نقطة الصفراء بالخط العام على طريق بيحان عتق التابع لقوات دفاع شبوة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود وعضد من الجرحى من أفراد النقطة فيما لقي ستة من المهاجمين مصرعهم أثناء تصدي أفراد النقطة لعملية الهجوم عقب زيارة رئيس بعثة أونمها الجنرال مايكل بيري المناطق المحررة جرت العديد من التساؤلات التي تحفظ عنها المسؤول الأممي بشأن الهدنة واتفاقية ستوكهولم فيما أقض الجنرال بيري أن البعثة ستصحح من مصارها بعد اعترافه بالفشل الذريع الذي تسببت به بعثة أونمها اتفاقية ستوكهولم ومظلومية تهامة يحاول الحوثيون تغييبها عن المشهد والتنصل عن بنودها لكنها اليوم تطرح على هذه الطاولة التي استعرضت فيها جرائم وانتهاكات الحوثيين ضد المدنيين مع رئيس بعثة أونمها الجنرال مايكل بيري في أول زيارة له للمناطق المحررة جنوب الحديدة اجتماع جرت فيه العديد من التساؤلات التي تحفظ عن بعضها المسؤول الأممي مع وضوح بنود الاتفاقية التي تنص على أن تكون مدينة الحديدة منطقة خضراء خالية من المظاهر العسكرية لكن الحوثيين لم ينفذوا ما عليهم بل زحفوا على المناطق التي أخلتها القوات الشرعية وسطوا عليها على مرءا من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بل الأنكى من ذلك أن ميناء الحديدة لا تزال مشرعة أبوابها لدخول الأسلحة المهربة التي تقتل بها جماعة الحوثي اليمنيين وتهدد بها الملاحة الدولية ودول القوار انتقدنا دور البعثة الأممية في تنفيذ الاتفاق وتماهيها مع الميليشيات الحوثية في عدم تنفيذ الاتفاق والإجزام بالبنود الاتفاق طبعا وعد بكثير ترف حقيقة بالأخطار التي ارتكبتها البعثة وعدوا بإصلاح الخطاء وتسوية المسار وفتح مكتب في المناطق المحررة لمواكبة العمل من جديد والعمل على إعادة تفعيل دور البعثة في تنفيذ الاتفاق ستوكهولم اتفاقية ستوكهولم في ظاهرها الإنسانية حسب زعم الساعين والمروّجين لها لكن باطنها العذاب قتل وتنكيل وشتات وقطع للطرقات وحصار مطبق على المدنيين فهل هذه الزيارة للبعثة الأممية ستضع حدا لهذه الانتهاكات التي تقترفها الجماعة الحوثية؟ إنه لمن دواعي شروري بصفتي رئيسا لبعثة أرمها التواجد هنا مع محافظ الحديد اليوم هذه الزيارات تشكل أهمية خاصة بالنسبة لي حيث قمت بالاستماع ومناقشة كثير من القضايا مع السلطة المحلية وذلك للعمل معا لإيجاد الحلول التي من شأنها أن تخفف من معاناة الناس هنا هناك الكثير من القضايا والتحديات على رأسها قضية الألغام أيضا الحاج المنسى لتوبيد ركائز السلام أؤكد مجددا أن هذه الزيارة تظل خاصة بالنسبة لي حيث تمكنت أيضا من مقابلة المجتمع التهامي والاستماع إلى مشاكله وشكوة يجب على المجتمع التهامي أن يكون دائما حاضرا وممثلا صحيح أنها الزيارة الأولى لكن لم تكون الأخيرة أود أن أتواجد هنا مجددا للمساهمة في حالة الكثير من المشاكل التي تؤرق المجتمع التهامي ومحاولة ضمع حياة أفضل للمواطنين هنا مايكل بيري هذه المرة هل سيكون منصفا وناقلا للحقيقة بعد مشاهدته نموذجا من كوارث الألغام الحوثية التي قتلت الأبرياء في قريمة تعد من أبشع جرائم الحرب التي لا تقبلها الإنسانية وترفضها كل القوانين والأعراف الدولية قامت جماعة الحوثية بتلغيم معظم الأماكن الزراعية والطرقات والمزارع وأيضا المنشآت الحيوية وقامت بزراعة أدد كبيرة في حيث والخوخة وقامت فرق مسام بنزع خلال 2022 أكثر من 25 ألف لغم و450 قضيفة متنوعة نتمنى أن يكون هناك جانب محايد بأن يتم دعم القوات الحكومية وعدم دعم جماعة الحوثية لأنهم هم المتسبب الوحيد في زراعة هذه الألغام بلغ السيل الزبة ووصل الناس حد اليأس والحال كما هو في الحديدة وسلام الأمم المتحدة أمنية لم تتحقق بعد وكأن الأمم المتحدة وبعتاتها متفرق غير لبيب فمسلسل نزيف الدم اليمني لا يزال مستمرا جراء تصعيد الحوثيين المستمر فهل ستف البعتة بتصحيح مسارها كما وعد مبعوثها أم أنه وعد سيذهب أدراج الرياح من محافظة الحديدة حسان بكري اليمن اليوم بعد الإعلان عن الاتفاق السعودي الإيراني باستناف العلاقة الدبلوماسية تداعت الأسئلة إلى الأذهان حول مصير المشاورات الجارية في مسقط بين الرياض وميليشيا الحوثية عقب هذا التطور ما أحدثه اتفاق السعودية وإيران من ردود أفعال مدوية إقليميا وعالميا يؤكد أن الحدث ليس صفقة تجارية أو مجرد تبادل مصالح أو فتح صفارات مغلقة بل إن الأمر متعلق بمصير شعوب عربية بأسرها ومنطقة برمتها انقلبت أحوالها من الاستقرار والنماء والتحولات الديمقراطية إلى الفوضى والخراب والحرائق منذ بداية الألفية الجديدة بسبب تصادم أجندات إقليمية ودولية وأطمع تتصابق لتغطية الفراغ القيادي الذي تعيشه المنطقة العربية منذ رحيل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر وتراجع مشروعه القومي الكبير فراغ مغرم سمح لقوان إمبريالية قديمة كإيران وتركيا بالنفاذ من شقوق المنطقة وخلافاتها إلى قلب دولها عبر جماعات إرهابية متطرفة وكيانات وظيفية تم تفريخها وأدلجتها ودعمها تسليحا وتمويلا لتنفيذ أجندات توسعية لا علاقة لها بدين أو مظلمة أو صراع صهي أمريكي بقدر ما لها من علاقة بثروات منطقة وأطماع جيو بوليتيكية المتتبع لخيوط الاتفاق يدرك جيدا أن إيران هي منسعت بكل قوة لكسب الجانب السعودي والتودد له طيلة سنوات القطيع لجره إلى مصالحة تحتاجها بشدة مستخدمة علاقاتها المؤثرة بالعراق وعمان والصين وروسيا فضلا عن استخدام الورقة الحوثية لتهديد نفط السعودية كضغوطات إيرانية لا أكثر بعد أن تزايد التفاف حبل العقوبات حول رقبتها وضاق الخناق الدولي بها وباتت قاب قوسين من حرب إسرائيلية تحالفية دولية تكون أسوأ من حربها العبثية مع العراق في الثمانينيات بسبب تدخلاتها المزعزعة لاستقرار المنطقة وضموحاتها النووية الخبيثة وإصرارها على لعب دور إقليمي ودولي مؤثر اتضح لها اليوم أنه أكبر من قدرة عمائمها المتخلفة وفكرها الطائفي المخالف لسنن الكون ومنطق العصر حيث الثقافة العرقية المقيتة التي لا ترى أحدا أحق بحكم الناس من سلالتها هو اتفاق طال انتظاره إذن لإنهاء تدخلات مدمرة لم تجلب للمنطقة بناء أو تنمية أو تكنولوجيا أو مصالح أو حتى اختراعا واحدا يخدم الإنسانية بقدر ما جلبت تناحرا وجرحا لن يندمل بسهولة للعراق واليمن وسوريا ولبنان وحاولت أن تمد خرابها إلى البحرين والشمال السعودي والإمارات ومصر والسودان وغيرها بذريعة حماية الشيعة لولا أنها وجدت حائطا صلبا بترأ ذرعتها هناك يكفي هذه الاتفاقية المعمدة بثقل صيني أن بنودها والتزاماتها هي إدانة وفضح لدور إيران في حرائق المنطقة واعتراف بتدخلاتها ورسالة لأذرعها الحوثية والشيعية بأنها مجرد ريبوتات مصيرة يحركها الرموت الإيراني متى شاء لخدمة أطماعه فقط وسيوقفها متى شاء ويكفي هذا الاتفاق أيضا أنه سيجبر إيران على قطع أذرعها العابثة في المنطقة لتترك العرب يتدبرون حاضرهم ومستقبلهم بعيدا عن لعناتها قالت الوحدة التلفزية لإدارة مخيمة النازحين بمأرب إن 89% من النازحين في مخيمة المحافظة يعيشون في عشش وخيام مهترئة وهم بحاجة إلى مساعدات عاجلة لحمايتهم من السيول والأمطار الموسمية وذكر التقرير أن عدد الأسر المتضرر من السيول والأمطار بلغ 13600 أسر وتشهد المحافظة منذ يومين أمطار متوسطة تستمر لساعات طويلة متسببة في تضرر عدد من الخيام المتهالكة للنازحين في عدد من المخيمات المتشرة بمحيط المدينة الأكثر استقبال للنازحين في البلاد تبدأ معاناة النازحين في محافظة مأرب مع موسم هطول الأمطار والرياح ويعيش النازحون حالة من القلق والرعب في خيام مهترئة لا تقوى على الصمود أمام الرياح والأمطار التي تمزقها وتشرد قاطنيها من النساء والأطفال ما إن يبدأ موسم الأمطار في محافظة مأرب حتى يدخل النازحون فصلا جديدا من المعاناة والتشرط وليال من الكفاح والتشبث بالحياة في خيام مهترئة تمزقها الرياح وتدمرها الأمطار هنا في مخيم السويدة عشى النازحون ليلة مرعبة فالأمطار ورياح جرفت ومزقت خيامهم وبقيت عشرات الأسر في العراء إنها بداية فصل جديد من معاناة النازحين في المخيمات وهو موسم الأمطار والرياح مطار ورياح وتمزقت علينا الخيام وما مش معنا مأواء ولا بمعنا وزواجنا ما هل لا مشه إلا بل موقع تشططت علينا الخيام وتمزقت كامل والله إنه الليلة وقعة صعبة علينا من الرياح والأمطار والله لا وراك والمال تحتنا وكل شيء يعني رغدنا بين الماء أكثر من ثماني سنوات والنازحون يعانون من رداءة المأوى المتهالك ويعيشون حياة قاسية أمام تقلبات الطقس فهذه الخيام يقتنها النازحون كمحطة انتظار لوقت من الزمن على أمل العودة إلى الديار إلا أن الانتظار طال أمده وتوسعت معه آلام ومعاناة النازحين قابل ذلك مساعدات هشية قدمتها المنظمات الدولية والمحلية لا ترقى لحجم الاحتياج والمأساة التي يعيشها النازحون كهذه الخيام الأمر الذي جعل أم خالد وغيرها من الأسر النازحة في معاناة مستمرة سبحان الساترة أمزل عجلي وقع مطارة خزيرة وأكبث مغافة من الكهرباء مع هذه الشبكة التي أعطونا من داخلها لا يوجد الشبكة التي يقبض لا يوجد من خارج طربها أما من داخلها يضغطها الرياح حتى يدخل الماء إلى داخلها رياح وأمطار تسببت بتدمير خيام النازحين في مخيم السويدة وأتلفت عليهم مياه الأمطار المواد الغذائية والآثاف واقع مؤلم يعيشه النازحون مع كل فصل من فصول السنة عجزت المنظمات الإنسانية الدولية والجهات المعنية عن توفير المأوى الآمن للنازحين أو تحسينه ليتناسب مع تقلبات الطقس ويخفف من معاناتهم وحالة القلق والرعب الذي يعيشه النازحون خلال موسم الأمطار والرياح خيام ممزقة وأسر تعيش حياة التشرد من جديد مأساة يعيشها النازحون بمخيمات مأرب كل عام مع موسم الأمطار والرياح لقناة اليمن اليوم فود المجيدي من مخيم السويدة محافظة مأرب في عضن حذرت مؤسسة الكهرباء من أن المدينة على شفى الدخول في ظلام دامس بسبب قرب نفاذ وقود محطات توليد الكهرباء وذكرت المؤسسة في بيان لها أن توربين توليد محطة بيترو مصير الرئيسة خرج عن الخدمة جراء نفاذ الوقود الخامة في وقت بدأت المحطات الأخرى فعليا في خفض توليد للحد الأدنى بعد أن أوشك مخزونها من مادتي الديزل والمزوت على النفاذ ولم تتلقى دفعات وقود جديدة لتأمين استمرار الخدمة ودعت مؤسسة الكهرباء المجلس الرئاسي والحكومة إلى سرعة تدخل لتأمين وقود محطات الكهرباء ومراعاة قرب حلول شهر رمضان اذ تسعى المؤسسة لتحقيق استقرار التيار الكهربائي الذي كان قد شهد تحصنا خلال الأسبوع المنصرم نشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل حملة اقتحامات واعتقالة إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية واندلاع اشتباكات مصلحة في نابلس في قلب الأحداث نوافيكم بكل جديد من خط النار مهنية سقفها السماء نصلط الضوء على القضايا المجتمعية نحقق السبقة والتميز نشجع المواهب والإبداع نتبع الحقيقة ونتحرر المصداقية البسطاء محور اهتمامنا نتجاوز الصعوبات نواكب الأحداث في مختلف الظروف قريبون من الأحداث نوافكم بما يدور في دهلز السياسة نواكب التطورات أينما وجدت ننقل معاناة المواطنين ونتلمس قضاياهم اشتركوا في القناة شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بعد اقتحامها الانحاء متفريقة بالضفة الغربية واندلاع اشتباكات مسلحة في نابلس وقال مراسلنا في ضفة الغربية ان قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة مشيرا إلى ان الاقتحام تركز في مخيمي عسكر القديم والجديد وقرية النصارية وخير الاقتحام دهمت قوات الاحتلال عدد من المنازل واعتقلت فلسطينيين اثنين احدهما اصير محرر إلى جانب احتجاز عائلة في قرية النصارية والتحقيق معها ميدانيا وفي العراق وفق مجلس الوزراء على مشروع ثلاث موازنات للعام الحالي وما بعده ليرمي الكرة إلى ملعب مجلس انواب الذي ينتظره الشارع لحظة بلحظة لتمرير مشاريع تلك الموازنات بسرعة في سابقة هي الاولى من نوعها بتاريخ مجلسي الوزراء والنواب كابينة السودان الحكومية توافق على مشاريع ثلاث موازنات للأعوام ثلاثة وعشرين واربعة وعشرين وخمسة وعشرين وتحيلها لمجلس النواب ليكشف رئيس الوزراء بان تلك الموازنات ستكون مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان تم اقرار موازنة الفين وثلاثة وعشرين و الفين واربعة وعشرين و الفين وخمسة وعشرين الان نحن امام ثبات لموازنة لمدة ثلاث سنوات كافية لأي حكومة و اي وزارة ان تقدم ما لديها و تعكسها باجراءات تنفيذية للمسهل المواطن نحن مسؤولون على تنفيذ ما فيه من برامج ومشاريع وخطط وسياسات على مدار ثلاث سنوات ان حصل تغيير وممكن يحصل على ضوء اسعار النفط الكميات المستجدات ممكن نعد تعديل على الجداول وعلى الارقام وتعرض على مجلس النواة وبحسب مراقبين فان الموازنة هذه المرة لن تتأخر داخل اروقة البرلمان بعد الاتفاق السياسي الذي جرى باجتماع تحالف ادارة الدولة الاخير هذا الموضوع اعتقد انه سوف يحل بالايام المقبلة وذكرت انه ربما سوف يأخذ يعني وقت اطول لكن العراق هو يعتمد على او الوضع العراقي والعملية السياسية دوما في تغير وتعتمد على المتغيرات اللحظية لاننا اليوم لان العملية السياسية مبنية منذ البداية على التفاهمات والتوافقات والمحاصصة اعتقد بانه على اعتلاف ادارة الدولة مسئولية حقيقية للذهاب باقرار هذه الموازنة باسرع وقت ممكن لان الشارع بدأ يلمس بشكل حقيقي حجم الاخفاقات والتلكؤات والفشل الذي ذهبت اليه الذي جاء بسبب الحكومات الماضية ولا يوجد هناك خيار غير ان يكون هناك حل حقيقي ودعم لجميع النقاط التي جاءت في المنهاج الحكومي من اجل ان ننتقل من مرحلة المناكفات السياسية الى مرحلة الانجازات الحقيقية واذا ما اوفت الحكومة بوعدها فان هذه الموازنة ستكون هي الاسرع تمريرا داخل قبة البرلمان حقب موازنات ارقت العراقيين استمرت لسنوات بسبب الخلافات السياسية بين الكتل والاحزاب من بغداد شامون عم اليمن اليوم اكد السفير الروسي لدى واشنطن ان بلاده لا تسعي لصدام مع واشنطن على خلفية تحادثة تصادم طائرة روسية بمسيرة امريكية في البحر الاسود وكانت وزارة الدفاع الروسي قالت انها رصدت مسيرة امريكية قرب شب جزيرة القرمة تتجه نحو الحدود الروسية وهي تغلق نظام التعريف الخاص بها ووضحت الوزارة ان طائراتها المقاتلة لم تستخدم دخيرتها ولم تتواصل مع المسيرة الامريكية مضيفة ان المسيرة الامريكية سقطت بسبب المناورة الحادة واصطدمت بسطح الماء بدورها قال البنتاجون ان مسيرة امريكية كانت تقوم بمهمة استضلاع فوق المياه الدولية حين اعترضتها مقاتلتان روسيتان من طراز سخوية سو سبعة وعشرين واضف ان احدى المقاتلتين اصطدمت بالمسيرة اضطر القوات الامريكية الى اسقاطها مشيرا الى ان الحادثة الحق اضرارا بالمقاتلة الروسية اعلن الرئيس الاوكراني فرودمير زلانسكي بعد اجتماعه بقيادة الجيش اتخاذ قرار بحماية مدينة بخموت واستمرار القتال وقال زلانسكي ان كبار القادة العسكريين الاوكرانيين يفضلون الدفاع عن القطاع الذي يضم مدينة بخموت في شرق اوكرانيا والحاق اكبر قدر من الخسائر بالقوات الروسية واضف ان التركيز الاساسي كان على بخموت مؤكدا ان هناك موقف للقيادة باكملها وهو تعزيز هذا القطاع في السياق اكد قائد قوات فاغنر الروسية تقدم مقاتله في مدينة بخموت شرق اوكرانيا فيما اعلنت هيئة الاركان الاوكرانية احباط محاولة روسية لاختراق الدفاعات باتجاه مدينة ليمان الشمالي مقاطعة دونتسيك وكوبيانسيك شرقي خركيف تأكيدات روسية بتقدم واضح في بخموت الاوكرانية يقابلها رد من العمليات الخاصة الاوكرانية ما فاده ان المدينة لا تزال صامدة وان كييف تتأهب لاستخدام دبابات ليوبارد 2 الالمانية الصنعة حرب شوارع في المناطق الشمالية من المدينة تأخذها قوات فاغنور الروسية بحسب ما نقل موقع ربار العسكري المطلع والذي اكد ان الوضع في بخموت صعب للغاية وان الاوكرانيين يتشبثون بكل متر في المدينة ويصلهم الدعم دون توقف وبامدادات لا نهاية لها هيئة الاركان الاوكرانية اعلنت تصدي قواتها لهجمات الروسية في مؤحيط مدينة بخموت مع استمرار محاولة القوات الروسية السيطرة على المدينة وتقدم محادات فاغنور الهجومية من عدة اتجاهات في محاولة لاختراق دفاعات القوات الاوكرانية وتقدم الى احياء وسط المدينة مؤكدة احبط محاولة الروس اختراق الدفاعات باتجاه مدينة ليمان شمالي مقاطعة دونتسيك وكوبيانسيك شرقي خاري كيف ومع استمرار تأكيد الجانب الاوكراني صعوبة الوظائف الجبهة الشرقية اعلن الرئيس الاوكراني فلون ميرزلانسكي زيادة الدعم المالي للجيش بنحو 13 مليار دولار فيما نقلت صحيفة زعيت الالمانية ان الجيش الاوكراني اصبح جاهزا لاستخدام دبابة القتال الرئيسية ليوبارد اثنين في ساحة المعركة وذلك بعد اسابيع من التدريب المكثف في المانيا في المقابل جددت روسيا تأكيدها على استحالة ايجاد اي تسوية سلمية للحرب في اوكرانيا ما لم تعترف كييف بالحقائق الجديدة على الارض وهو ما اكد عليه الكراملين الذي قال ان موقف روسيا بشأن انهاء الاعمال القتالية معروف جيدا وان اهداف روسيا في اوكرانيا لا يمكن تحقيقها الا بالقوة العسكرية وبالعودة الاخبار المحلية عقدت منظمة اليونسكو اجتماعا خاصا باليمن تلبية لطالب الجمهوري اليمنية وقال سفير اليمن لدى اليونسكو الدكتور محمد جميح في كلمته انما يمر به اليمن من اوضاع صعبة انعكست على مجمل المجالات واشر الى حجم النهب في الموروث الثقافي وتهريب الاثار واهمال هذا القطاع والمخاطر التي تهادده لدعم قطاعات عمل اليونسكو في اليمن اضحط الدرجات النارية وسيلة النقل الاولى عقب ارتفاع اسعار وقود المركبات الى ان غياب الدور الحكومي وعدم وجود بيانات مرورية لتلك الدرجات تسبب في ارتفاع معدل حوالي السير بشكل مخيف بمداريات الظالعة عديم وانس طفلان يتلقيان الاسعافات الاولية في قسم الطوارئ بمستشفى السلام الحكومي بقعطبة في الظالع جراء تعرضهما لحادث مروري بدراجة النارية كان يستقلانها عشرات الحالات تصل الى اقسام الطوارئ في المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة بمديريات محافظة الظالع مسببة لهم اصابات بالغة ومتوسطة قد يتسبب بعضها باعاقة دائمة تصلنا عشرات الحالات من حوال الدراجات النائرية الى المستشفيات الخاصة والعامة في محافظة الظالع منها المتفاوية دراجتها بين المتوسطة حيث ان الاصابات تكون بسبب السرعة الزائلة وعدم التفزام بقواعد المرورية تسبب الاقبال المتزايد على اقتناء وشراء الدراجات النارية لتصبح وسيلة النقل الاكثر انتشارا واستخداما بعد ارتفاع اسعال المشتقات النفطية مؤخرا وتسبب ذلك بتزايد مخاوف المواطنين حيث تعدى خطرها السائقين انفسهم وتسبب غياب الدور الحكومي للجهات المختصة بتمادي وتهور بعض السائقين فكلها لا تحمل اي لوحات مرورية ولا تتوفر لدى شرطة المرور اي بيانات عنها كذلك لم يتم الزام السائقين بالسير بشكل صحيح دون اي تجاوز للمركبات والخطوط وكذلك عدم السرعة واصبح سائق الدراجات النارية المخالفون خطرا يهدد الرئيسية والفرعية الامر الذي يستوجب تحرك الجهات المختصة بشكل فاعل يعني نتيجة اتفاع الوقود والمشتقات النفطية اصبح هناك يعني زحمة في الطريق وكذلك نتيجة كثرة العمال والمتجولين والباعة والمشتريين لكن للأسف الشديد احيانا هناك فيها اطفال يقودون دراجة النار ويتعرض إلى حوادث يعني جراءات معايير السلامة وكذلك يتعرض الكثير محوظة الطريق التي تسرعة الكثيرة والسرعة الكبيرة يعني المفرطة ارتفع معدل الاصابة بحوارث الدراجات النارية بمحافظة الضالع بشكل مخيف بسبب عدم الاتزام بقواعد السير المرورية ومطالبات للجهات المختصة بوضع معالجات وتدابير لانهاء هذه الظاهرة محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع اعلنت جمعية بائع الاسماك في ساحل حضر موت البدأ في اضراب شامل لبيع وشراء الاسماك جاد لك في اعلان للجمعية عمامة على اعضائها اشرت فيه الى تنفيذ منتسبيها اضرابا جزئي واكدت ان الاضراب يبدأ من يوم الخامس عشر من مارس الجريجة واستمر يوما كاملا تتوقف فيه عملية البيع والشراء بكافة انواعه في العوازل والمفارش والاسواك حتى اشعار اخر واضف ان الاضراب الشامل سيتم على مستوى ساحل حضر موت والذي تم اتخاذه من قبل اتحاد الجمعيات السماكية بحضر موت قضت محكمة زنجبار الابتدائية بمحافظة ابيان بالاعدام قصاصا وتعزيرا لقاتل الطفل وان ينفذ الحكم في مساحة عامة اثر اقراره واعترافه بالجريمة فيما لم يحدد موعد تنفيذ حكم الاعدام المحاكمة شهدت اجراءة امنية مشاددة وسارت بصورة عاجلة وفق للقانون وبمشاركة جميع الاجهزة الامنية المختصة والنياب العامة خلال ستة ايام بتقديم ملف القضية مكتملا لرئيس محكمة زنجبار الابتدائية والحكم عليه بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا وهي الاعدام قصصا وتعزيرا كجزاء عادل لفعلته اليمن يتذيل قائمة مؤشر الحرية الاقتصادية 2023 ويشارك في اعمال المتدى العربي لتنمية المصدامة وتحضيرات من تدعية الاجراءات القسرية الحوثية المتزيدة تجاه البنوك هذه الأخبار وغيرها تتبعنا في المرفة الاقتصادية جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي حيث تذيل اليمن ثلاث دول عربية بعد سوريا وليبيا في مؤشر الحرية الاقتصادية 2023 الذي يصدر سنويا المؤسسة هيري تيغ من بين 176 دولة ويستند المؤشر لعدة عامل رئيسية منها سيادة القانون خاصة بحقوق الملكية وفعالية القضاء ونزهة الحكومة والسوق المفتوحة وحرية الاستثمار والحرية المالية كما يستند المؤشر لكفاءة البيئة الرقابية والانفاق الحكومي والسلامة المالية تحتضن عاصمة لبنانية بيروت تعمل المنتدى العربي لتنمية المستدامة للعام الجاري 2023 الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا أليسكو وجامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة العاملة في الوطن العربي بعنوان حلول وعمل وأكد وزير التقديد والتعاون الدولي على مواصلة الحكومة المضي في تحقيق بعض الانجازات على صعيد أهداف التنمية المستدامة وإنهاء حالة الصراع والهشاشة والعمل على تعافي الاقتصاد ويعادة إعمار البنية التحتية حذر مركز سنعال الدراسات الاستراتيجية من تداعية الإجراءة القصرية المتزايدة لميليشيا الحوثي تجاه البنوك والتي تسهم في تعميق عزلة القضاء المصرفي اليمني عن نظام المالي العالمي وكانت الميليشيا منعات البنوك من مشاركة السجلات بياناتها مع البنك المركزي في عدن بهدف عرقلة اليمن من الحصول على حقوق سحب مالية خاصة من صندوق النقد الدولي تقدر بثلاثمائة ملون دولار طالبة الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وزارة الزراع الخاض على الميليشيا الحوثي في صنعاب إلغاء الزيادة في أسعار الدجاج الحية والتي تصل نسبتها إلى ثلاثين بالمئة وضعفة الزيادة في أسعار الدجاج من معاناة المواطنين الذين يعيشون وضعا معيشية صعبة وسط انخفاض القدرة الشرائية واستغلال حاجتهم خصوصا قبيل شهر رمضان المبارك وأخيرا توسعت داعية أزمة انهيار البنوك الأمريكية الثلاثة في مقدمتها بنك سيليكون فالي لتؤثر بشكل كبير على تداولات بورصات الخليج التي واجهت موجة هبوط حادة أفقدتها نحو ثلاثة وخمسين مليار دولار من قيمتها السوقية وأكثر من أربعمائة وخمسة وستين مليار دولار للشركات المالية في جميع أنحاء العالم واتدخلت الإدارة أمريكية بسلسلة متدابير الطوارئ لتعزيز الثقة في القضاع المصرفي بعدما أنذر إفلاس بنك سيليكون اس في بي بإثارات أزمة ممنهجة على نطاق أوسع منها فتح وزارة العدل تحقيقا للتوصل إلى الأسباب الحقيقية ورياضيا أزل السيطار في عتق بمحافظة شبوى على بطولة الفقيد خالد صالح لأندية الدرجة الأولى لشدرانج والتي نظمها الاتحاد اليمن لللعبة خلال الفترة من السابع إلى الرابع عشر من مارس الجهري بمشاركة أربعة عشر فريقا من محافظة صنعاء عدن الحديدة تعز أبيان ذمار لحج وشبوى وقد توجى فريق سهم المرابع من محافظة الحديدة بكأس البطولة وفريق ردفان لحج بكأس الوصيف وفز فريق تضامن عتق بكأس المركز الثالث لها وجرى خلال المراسم اختتم هذه البطولة تكريم الجهات التي أسهمت في نجاحها لجنة الطوارئ في الاتحاد العام لكرة القدم تكلف الأمنة العامة بترتيب المباريات الوضية لمنتخب الناشئين ولعبون نادي فاحمان أبيان الرياضي استأنفون تدريباتهم في الملعب الشهيد الحبيشي بالإضافة لعدد من الأخبار المتنوعة جولة في أهم وأبرز الأخبار المحلية والعربية والدولية لهذا المساء والبداية من اجتماع لجنة الطوارئ برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي وتكليف الأمانة العامة بترتيب المباريات الوضية لمنتخب الناشئين حيث من المتوقع أن تجري قرعة النهيات في نهاية شهر مارس الجاري لاعب نادي فاحمان أبيان الرياضي استأنفون تدريباتهم في ملعب الشهيد الحبيشي تحت قيادة المدرب الوطني الكابتن وليد النزيلي وبالانتقال إلى الأخبار العربية والدولية فريق الشباب السعودي يعود للرياض بتعدل إيجابي من البصرة أمام القوى الجوية العراقي بهدف لكل فريق في ذهاب مواجهة الدورة الأول من كأس الملك سلمان للأندية العربية الثنائي محمود عبد الرازق الشكبالا ومحمد عبد الشافي يغيبان عن مواجهة شباب بولزداد الجزائري ويستعد نادي الزمارك لهذه المواجهة يوم الجمعة المقبلة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدور أبطال أفريقيا الفيفا يقترب من اعتماد الشكل الجديد لمنديال 2026 من خلال اجتماع الكونغرس الذي سيعقد غدا في راوندا الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني للمين سيتي يقول أن أرسنال هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب الدور الإنجليزي في الموسم الجاري وفسر أن أرسنال في المقدمة الآن بفارق خمس نقاط وقدموا مباريات رائعة في الدور الأول ثم تراجعوا قليلا لكنهم عادوا مرة أخرى أخيرا أعلنت تهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إعادت أعلى مذيعيها أجرا جاري لينيكر لأداء مهام عمله ما يضع على الأرجع حدا لخلاف حاد بين الطرفين في الأيام الأخيرة واضطرت بي بي سي ليلغاء معظم تغطيتها الرياضية يومي السبت والأحد بعد رفض المذيعين والمحللون العمل تضامنا مع لينيكر الذي انتقد سياسة الهجرة الخاصة بالحكومة في بريطانيا نشرتنا انتهت في الأمريكا